أجمل شيء في حياة الأمهات إنها بتعيش مرحلة الطفولة مش بس مرة واحدة لكن بعدد مرات حياتها وحياة أولادها اللعب مع العيال هو فن صناعة الزكريات الجميلة للعيلة كلها اللعب مش مجرد حاجة سنوية الأولاد بتخرج بيها تقطها لا اللعب هو الوظيفة الأساسية للطفل في الحياة في الكورس ده هنتعلم مراحل تطور اللعب في حياة الطفل هنفهم يعني إيه التربية باللعب هنحول كل حاجة نفسنا نعملها مع أولادنا للعبة جميلة وممتعة هنفهم كل مرحلة عمرية وإيه اللعب اللي تنفع واللعب اللي ما تنفعش هنتعلم أساليب تخلينا نربي أولادنا ونمي مهاراتهم وكمان نعلمهم باللعب اللعب مش محتاجة ميزانية عشان نشتريها ولا محتاجين نودي أولادنا الحضانة أو روضة عشان يستمتعوا هنغير مفاهيم كتير ونوصل لقلوب وعقول عيالنا بكل سهولة من خلال الحاجة اللي بيحبوها وهي اللعب أنا سامية أحمد أم الخمس أولاد واستشارية تربوية في الطفولة المبكرة وكاتبة ومؤلفة روايات هكون معاكم في كورس لعب عيال على أكاديمية بناء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد